اول مكون في وصفة النهاردة وهو بزور الكمون. هنحتاج لاناق بيتحمل الحرارة. هناخد معلقة كبيرة من بزور الكمون. المكون التاني عندنا وهو الكركم. هنحتاج لمعلقة كبيرة من الكركم. بازن اللي هكتب لكم المكونات في نهاية الفيديو. فطبع معايا الفيديو للنهاية. المكون التالت عندنا وهو الزنجبيل البودر. هنحتاج لنص معلقة كبيرة من الزنجبيل البودر. المكون اللي بعد كده وهو القرفة او الدرسين. هنحتاج لاتنين عود من القرفة. او الدرسين. اخر مكون عندنا وهو الليمون او الحامض. هنحتاج لليمونة صغيرة. او الحامض. وبعد كده هنقطعها لقطع صغيرة. الليمون بيرفع المناعة لانه بيحتوي على فيتامين سي. وكمان بيدي احساس بالشبع. لانه بيحتوي على الياف. وبيزود من معدل حر الدهون في الجسم. هنحط قطع الليمون في الاناء. وبعد كده هنصب كوبايتين من المياه في الاناء. هنحتاج لاتنين كوب من المياه. هنقلب المكونات عشان تمتزج مع بعضها. وبعد كده هنرفع الاناء على النار. هنغليه لمدة خمس دقايق. بالشكل ده. وبعد كده هننزله من على النار وهنصفي المكونات كلها. وبكده المشروب بقى جاهز عندي للاستعمال. هنستعمله ازاي? هنشرب كوب آآ قبل الفطار بنصف ساعة. وهنشرب كوب قبل الغداء بنصف ساعة. يعني هنشرب كوب بيتين في اليوم. آآ لو وزنكم اكتر من ميتة كيلو. هنشرب تلاتة اكواب في اليوم. كوب قبل الفطار وكوب قبل الغداء وكوب قبل العشاء. هنستمر على المشروب. ومع تكرار الاستعمال هنحصل على بطن مسطحة ومشدودة. وخاليا من اي دهون زائدة. وكمان هنحصل على جسم رشيق وزن مثالي. بس كده حبايب قلبي دي كتنات فيديو النهاردة. يارب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسونيش من صلح دعائكم. يا ريت لايك للفيديو. وتشتركوا في القناة. وتفعلوا الزر الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات. اشوفوش تكون بخير الفيديو الجاي. لإله الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.